هل فعلاً أرخص طابعة ثلاثة في واحد وكماً بتطبع وتصور المسندات بالأسود والألوان تعتبر عرض مغري أو عرض متفوتش هل ستنفعني في المدارس لأولادي أو الشركات أو المكاتب وتستحمل ضغط الشغط؟ الحزبة ليس كده خالص لأن في حلقة النهاردة يحسب معك تكلفة لتبعض ونسخ المسندات على أرخص طابعة ثلاثة في واحد التي تشتغل بنظام خرطوش تنحب وما بين نفس الطابعة في الوظائف والإمكانيات لكن من فئة الـ G اللي بتشتغل بنظام الخزانات الخارجية يعني هوضح لك أنهي طابعة أنصحك أنك تشتريها وحتكون موفرة معك واقتصادية في الحب عشان ما تسترعش وانت بتشتري أي طابعة فأنا أنصحك أنك تكمل حلقة النهاردة للنهاية عشان توصلك المعلومة كاملة هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع لكن بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف تكونوا بخير وابضل حال معكم أحمد السلام من القناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة سنحسب مع بعض عن تكلفة لاتبوعة ونسخ المسندات ما بين أرخص طابعة 3 في 1 التي تشتغل بنظام خرطوشتين حب وأقل طابعة 3 في 1 من فئة الـ G التي تشتغل بنظام الخزانات الخارجية وإن شاء الله الحلقة ستنال أعجبكم مبدئياً كده أنا مش جاي أتكلم ولا عن مواصفات ولا على إمكانيات أنا جاي أحسب معك تكلفة وسعر كل ورقة ستقدر تطبعها على الطابعتين كان الواحي من فطرة بسيطة يشتري الطابعات لكي لا يلقى أن يطبع ويصور المسندات في المكتبات وبالأخص بعد موجة كورونا الناس بدأوا يشتري الطابعات لكي يبعدوا عن زحمة المكتبات فأول شيء يقولها العميل أنا أريد أن أشتري أرخص طابعة اسمع الأول مواصفاتها إمكانياتها حتى عيوبها قبل أن تشتريها فأنا عملت هذه الحلقة لكي أوضح لك بعض التفاصيل الصغيرة والمهمة التي أي بيعها سيوضحها لك وتعالوا بنا نبدأ بأول حزبة معنا بسعر وتكلفة متسلزمات الطابعة MG2540S من خراطيش حبر وأوراق والطابعة تشتريها معنا بخرجين حبر الأسود والألوان فلما تشتري الطابعة الأول مرة يأتي معها خرطوشتين حبر تجربة أو خرطوشتين حبر تست يعني كل خرطوشة فيها مقدار ما يقارب 70% والنظام هذا طبيعي جداً موجود في أي طابعة لما تشتريها الأول مرة الحبر بيكون موجود في الطابعة كتجربة الخرطوشتين بيخلص من نوع الحبر كل متوسط 200 ورقة فخلي بالك المتين ورقة دول بيكون مسنالات اللي هي المذكرات المدرسية ومش 200 ورقة للصور الفوتوغرافي وسائل خرطوشتين لحبر الأصلي حالياً 1050 جنيه يعني كل 200 ورقة انت ستستهلك على الطابعة هتضطر انك تشتري خرطوشتين حبر تمانهم 1050 جنيه وما تقول بقى ان البيع اللي بيع لك الطابعة قالك اعمل قاعدة تعبيد الأحبار والكلام ده فانظام الطابعة الحبري خلص هترمي خرطوشتين حبر وهتشتري خرطوشتين حبر جداد فأنا هحسب التكلفة بعد خرطوشتين الحبر اللي بيجوا مع الطابعة الأول مرة يخلصوا وتضطر انك تشتري خرطوشتين حبر جديدة يبقى كده سعر خرطوشتين الحبر 1050 جنيه زائد انك هتشتري رزمة ورق 80 جرام الرزمة دي مكونة من 500 ورقة هنستهلك منهم 200 ورقة وسعر رزمة الورقة 80 جرام ما يقرب 200 جنيه فاحنا هنستهلك من رزمة الورقة دي 200 ورقة فحنقول بالويم كده سعر المتين ورقة دول 90 جنيه يبقى كده 1050 سعر خرطوشتين حبر زائد 90 جنيه سعر المتين ورقة اللي هنستهلكوهم الحساب هتطلع معنا كام هتطلع معنا 1140 بعدك انا هنعمل يا بوحميد هنقسم 1140 دولار على 200 ورقة هيتطلع لك كام هيتطلع لك ان 8 طباعة او نسخ الورقة الوحدة 5 جنيه و 70 ارش يعني لو انت طبعت 10 اوراق على الطابعة دي فحيبقى تمانهم 57 جنيه لكن تتخيل عزيزي مشاهد انك هتشيري طابعة 8 جملة الورقة الوحدة 5 جنيه و 70 ارش فبدل ما تشيري الطابعة عشان توفر معك هتروح تشيري طابعة عشان تزود تكلفة عليك انت بقى عندك فكرة تانية زي اعادة تعبئة خرطوش الحبر او هتستخدم في الطابعة حبر سيني او تجاري او هتشيري خزانات خارجية وتركبها في الطابعة وتعمل لها تحوير فاي عملية من العمليات دي بتحتك انت وحتوفر معك والطابعة ملاش اي علاقة بيها طب تعالى دلوقتي نحسب اقل تكلفة لسعر اتباعة ونسخ المسنادات في اقل طابعة 3 فواحد من فئة الجي اللي هي الخزانات الخارجية في الاول لما بتشير الطابعة بيجي معها خمس ازاز حب 2 اسود و 3 الوان ومكتوب على الطابعة انه يتكفي معك الى ما يقرب 12000 ورقة باللون الاسود او 7000 ورقة بالالوان وهي اي طابعة بتبدأ بجي 2000 زي جي 2411 والجي 2420 والجي 2460 تعالى نحسب متوسط اتباعة ونسخ المسنادات اذا كان بالاسود والالوان 6000 ورقة هي المفروض بتطبع عدد اوراق اكتر من كده لان كل فترة كده التابعة بتعمل عملية اسمها الديب كلينينج فالعملية دي بتستهلك شوية حبر بسيطة جدا من الطابعة عشان تبدأ تجاهز الحبر على سطح الهدب ويبقى جاهز انه يطبع الاوراق فانا هحتاج جنبهم ورق يغطي 6000 ورقة مع العلم ان رزمة الورقة 500 ورقة يعني هتحتاج 12 رزمة ورقة وسعر الحبر الاصلي المكون من 4 عزاز حبر ما يقارب 1600 جنيه وسعر 12 رزمة ورقة هنضرب 12 رزمة في 200 جنيه يبقى المجموع كله 2400 جنيه ده سعر 12 رزمة ورقة يبقى كده هنحسب مع بعض 2400 8 12 رزمة ورقة زائد 1600 جنيه ثمن الأربع عزاز الحبر الأصلي هتساوي كام؟ هتساوي 4000 جنيه لو قسمنا بقى 6000 ورقة اللي احنا هنتبعوهم على 4000 جنيه اللي هو سعر الأوراق وسعر الحبر هتلاحظ ان الورقة الواحدة وقف عليك بجني ونس اذا كانت اسود او الوان يعني ثمن العشرة ورقات ب15 جنيه وده السعر الطبيعي فعشان كده انا حبيت انبهك قبل ما تشاري اي طابعة رخيصة وخلاص وسعر الطابعة الامي جي 2540 اس حاليا 1700 جنيه وسعر الطابعة الامي جي 2411 ما يقارب ال5000 جنيه فانا اعدت مع نفسي كده وحسب لو هستهلك الستهلك الالتالاف ورقة اللي موجودين في الطابعة الامي جي واستهلكتهم في الطابعة الامي جي 2540 اس عارف هتستهلك كم طاقم؟ طب تعرف هتستهلك مبلغ قد ايه؟ هتستهلك ما يقارب 30 طاقم والطاقم ده بيبقى عبارة عن خرطشتين حبر اسود والوان يعني هتغير 30 مرة طاقم حبر عشان تقدر توصل لنفس عدد الطابعة اللي هتوصل له الطابعة من فئة الجي في الملوى الوحدة او التعبئة الوحدة يعني لك انت تخيل معي ان سعر خرطشتين حبر ب1050 جنيه وهتطبع معاك 200 ورقة ما يقابل ان سعر 4 ازاز الحبر ب1600 جنيه وهيتطبعه معاك 6000 ورقة وعشان اوضح لك اكتر نظام الطابعتين دول زي ما هو موجود في كانون موجودين زيهم بالزب في جميع المركات التانية ففي معلومة مهمة شوية قبل مقفل معاكم حلقة النهار الطابعة MG2540S او اي طابعة بتشتغب بنظام خرطشتين حبر ولا بتاعت مدارس ولا بتاعت حضانة ولا بتاعت شركات ولا بتاعت مكاتب ولا بتاعت ضغط الشغل لان المشكلة اللي هتابدك على طول ان الحبر بيخلط بسرعة جدا وتمنى الاحبار غالي جدا طب هما ليه كانون انتجوا او صنعوا الطابعة دي انت من وجهة نظرك ملاحظ ان الطابعة دي هتسوق صمعتهم الموضوع مش كده خالص كل الموضوع ان في بعض الاشخاص بيطبع ورقة او ورقتين كل اسبوع او عشر تيام او شهر فالطابعة بالنظام ده مصنع او منتجة عشانه لان لما بيجي لعميل بيقول ان عايز اشتري طابعة وحطبع عليها ورقة او ورقتين كل فطرة كبيرة منفعش اقول له اشتري اغلى طابعة مقابل ان شوضع الطابعة بسيط لكن مش تروح تطبع عليها ملزمة كاملة او مجموعة او ورق 150 ورقة في يومها وتيجي تشتكي من الطابعة الموضوع ده شبيه انك روح تشري ارخص لابتوب في الامكانيات وتستخدمه في شغل زي الجرافيك والالعاب والمونتاج فلاحظت ان الجهاز بش بيفتح بعض البرامج اللي انت شاريها عشانه او البرامج ممكن تفتح معك بس مش مدهاك الاداء اللي انت عاوزها فانت مطلومش الشركة المصنع للابتوب لان زي ما الشركة دي بتصنع اجهزة امكانياتها قليلة او سعرها رخيص هي نفس الشركة بتصنع اجهزة سعرها خرافي جدا انت بس اللي جريت على ارخص حاجة واشتريتها ولو عاوز نصيحتي وحابب تشتري حاجة توفر معك اشتري اي طابع من فئة الجي انا معاك ان سعر الطابعة في الاول هيكون غالي شوية بس هتوفر معاك جدا ومش كل شوية هتشغل بالك ان الحبر بيخلص طب يا بوحميد ايه هي الطابعات اللي بتشتغب نظام خارتوشتين حبر عشان لو شفتها قدامي وانا بشتري الطابعة ابقى عارفها وتجنبها زي الطابعة الامي جي 2540 اس والتي اس 3140 والتي اس 3340 والتي اس 5140 والتي ار 4640 وانا سيب لكم اكتر من الروبط تحت الفيديو في خانة الوصف لمجرد ان تضغط على الروبط دي فيها افضل طابعات موجودة في الوقت الحال لكن سعر الطابعات عامة موجودة على هيئة رابط فاول كومن بس يا سيدي ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة اتمنى كنا لأعجب اتمنى الموضوع كنا لأعجبكم منتظر اي صفصار لكم بخصوص طبعات كنا كان معاكم احمد الساب من القناة الكنون بالعربي لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته